أهلا وسهلا فيكم أحبائي متابعيني اليوم الفيديو عن كيكة كتير لزيزة وسهلة بطعم الفريز أو الفراولة كيكة ما فيها تعب أبدا مكوناتها كتير بسيطة إذا كنتوا أول مرة بتشوفوا قناتي لا تنسوا تضغطوا على مربع الاشتراك والجرس لا توصلكم إشعارات الفيديوهات الجديدة وأهلا وسهلا فيكم وإذا كنتوا متابعيني كمان أهلا وسهلا فيكم وهذا هو الكيكة لليوم ورح نعمل فوقه صوص الفراولة صوصي كتير لزيز وممكن نستعمله بحشوات كتير للحلويات والدونت والسويسرول وكتير من الحلويات الثانية رح نبدأ بتحضير الكيك عندي أربع حبات من البيض البيض بحرارة المطبخ طالعناه من البراد قبل بوقت بدي ديف عليه هون معلقة صغيرة مليانة من الفانيليا ومنبدأ نخفق تقريبا بدنا نخفق دايقتين أو ثلاثة حتى يصير لون البيض لون فاتح ويضاعف حجمه ويعطيني فوم أو رغوة هلأ ببدأ بضيف السكر بالتدريج حمق عم أضيف سكر عادي نصف كوب من السكر العادي اللي بيحب الحلاوي أكتر بيزيد أكتر سكر بس أنا لأنه بدي حط صوص فريز على التوبينغ فضفت بس نصف كوب من السكر العادي ولساتنا عم نخفق حتى يبدأ السكر يدوب هلأ رح ديف عليه هون السائل لحليب عندي كوب من الحليب وبديف عليه هون نصف كوب من الزيت النباتي وهلأ بخفقهم مع بعض لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى ينمزجوا كلياتهم مع بعضهم طبعا شعلنا الفرن درجة حرارة مية وسبعين لمية وخمسة وسبعين وهلأ بنا نبدأ نضيف النواشف النواشف عبارة عن ثلاثة أكواب ملطحين هدا أول كوب ومع هون معلقة أو نصف كبيرة من البايكينج باودر هدا الكوب الثاني كمان الكوب الثالث كلياتهم بنخلون فوق السوائل بهاي الطريقة وهلأ بدي أرجع هيك حركن بالويسك أو بسباتولا حضيفة عليه هون هلأ لعزز نكهة الفراولة عم أضيف أم ربا الفريز قطع فريز مكرملة مقطع عم أضيف كمان فريز مجفة فيكنوا تضيفوا أي نوع من أنواع الفواكه بس أنا اليوم الكيك كله بنكهة الفراولة أو بنكهة الفريز كمان هيك عم قطعون هدا دراي ستروبرين وبمكس هيك بخلطن خلطة سريعة بس يختفي اللون الأبيض أو يختفي الطحين بيصير جاهز المزيج هلأ المربا بيعطيني شوية لون بينك تلاحظوا لما بيختلت بيعطيني لون مختلف ودهنت القالب اللي دي استعمل اليوم بشوية زيت وممكن ندهان بشوية سمن أو شوية زبدة أو طحينة بالراشي ومنحط هالخليط كلياته بقلب الآلب اللي عم بيستعمله اليوم وننتبه لما نستعمل هاي الأوالب اللي فيها كتير تقسيمات وتفاصيل إنه ندهانة منيح بالمادة الدهنية حتى الكيك ما يلزأ قوة هدا النوع من الأوالب الكيك ما بيلزأ فيه من أحسن أنواع الأوالب بسوي السطح حتى يطلع مستوي وبدخل الكيك على الفرن لمدت تقريبا بياخد أربعين دقيقة حسب الفرن بس دخل عود خشبي أولا العود طلع من الكيك ناشف بيكون الكيك استوى ونضج بعطيه شوية لون الأعلى لون دهبي للكيك وبنتظر لحتى يبرد تماما قبل ما نطالعوا من الآلب هلا راح أضر الصوس عندي اليوم أنا فراولة أو فريز مجمد وممكن نستعمل فريز طازج مجرد إني حضيفه بكسرولة وضيف معه شوية من السكر نضيف تقريبا تلتين لكوبة من السكر ممكن أقل ممكن أكتر وبضيف معه شوية لون بغليون على نار خفيفة ليتسبك ويتعقد ويتركه يبرد وبس نقلب الكيك ويبرد الصوس ضروري إنه يبرد الصوس هلا فيكن تطحنوا بمحضر الطعام أنا نزلته فيديو من أول مطحون اليوم حبيته هيكون الصوس فيه شنكيز قطع خشنة بس يبرد الكيك والصوس بحطه على سطح الكيك كتير طيب طيب بالسويس رول طيب مع الآيس كريم والتزين بيبقى متل ما أنتو بتحبوا متل ما أنتو بترغبوا أنا عم ما حط صوس الفريز حط شوية شرايح من اللوز والفستو وفيكن زينو متل ما أنتو بتحبوا كتير لذيذ وطيب وأنا استقصدت إنه نقلل الحلاوة بالكيك لأنه الصوس طعمه كتير طيب وغني وحلو هيك صار عنا الكيك السهل والسريع وبشوفكن بالفيديو الجاي